بسم الله الرحمن الرحيم الله مصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم أحبابي وأحباب شفية المغربية لكم من السلام تنطلب الله سبحانه وتعالى يلقاكم هذا الفيديو أنتما في أحسن الأحوال إن شاء الله بحول الله وقوته نحن في صدد فصيخات الإبطال السحر والتقاف والعين والحسد والتوابع السحر التفريق والسحر المقابر والسحر الأسود والسحر مجموعة أسحار سنطرق لها ونحاول نخدم مع الناس بسبب الله باش يفكر يوسهم ويعطيوا الحياة ووحد طاقة إيجابية وينور الله طريقهم بطاقة ربانية طاقة نورانية طاقة اللي ستعطيكم غير الرحمة وإن شاء الله تكونوا إيجابيين في حياتكم إذن بحول الله وقوتي الناس اللي عندهم أعراض في الجسد ديالهم أعراض ديال أمراض تكونوا مراض روحيا عندهم طاقة روحية دخلات الجسد ديالهم عن طريق السحر والعين والتابعة أو السحر المعمول اللي يدار لهم ولكن أعطاهم إشارات ديال السحر النفور السحر الخيوبة السحر توقيف الحال هو كثير هو اللي تتعرضون للناس بزاف توقيف الحال في العمل توقيف الحال في العلاقة أو توقيف الحال مع الأبناء ما تتبقى شوى العلاقة حب مبيناتهم لأنهم تديرون لهم الكرة وتديرون لهم السحر التفريق السحر التفريق هو اللي تتبنى عليه بزاف الأسحار إذن البنت اللي شافوها طال عم زيانة وتتقرأ وكل شي تديرون لها السحر الخيوبة السحر الخيوبة اللي تعطي البنت توقيف الحال لا في الزواج ولا في الدراسة ولا في حالتها كإنسانة تتولي دائما مريضة وعندها مشاكل في الجسد ديالها أول نقطة تيمشي هذا السحر اللي تديرون لها تيمشي للوجه ديالها تعطيها بقاع بطور كلف في الوجه ودائما هي محتارة في الوجه ديالها في الشهر العربي في البداية دياله أو في الأخر دياله تولي عندها مشاكل في الوجه ديالها أما الناس اللي عندهم استحر التفريق بدون سبب بدون سبب تتفارقوا توقع انفصال بينتهم أو توقع مشاكل قوية جدا لا يعلموا مصدرها إلا الله سبحانه وتعالى هو من نفس أمارة بسوء تتبغي الأدية لخوها المسلم وتطعطيهم هذه الطاقة ديال السحر ولكن ما هما بضارين إلا بإذن الله فسيكفيكهم الله والسلام العالم إذن الله كريم الله جواد لابد كين وسيلوا طاقة ربانية باش أنك تكون إيجابي تقرب إلى الله قراءة القرآن التسبيح استغفر واللجوء إلى الله أولا عاد الوصفات الرحمانية أو الوصفات لطاقة شعبية تنخدموا بها بزاف لأنها فيها طاقة رائعة من العشوب لأن العشوب كلها عشبة عندها اسم وكلها تبطل السحر غالي نحضروها إن شاء الله في هذه القناة إذن الناس ليحطوا لي تعليقات على حسب المرض دائما عندهم مرض ما بين الأوقات ما بين العصر والمغرب أو أنهم تكونوا دائما في أول الشهر أو في آخر الشهر أو نهار 13 14 15 يكونوا عندهم مرض شديد أو طارحين الفراش إذن تنتمنى الله سبحانه وتعالى يشفي عباده ويشفي جميع الناس ويشفي الناس اللي مصابين بالأصحار اللي يخفف عليهم ويرفع عليهم البلاء والابتلاء إذن عدنا وصفة رائعة للحمام غسلة رائعة لإبطال السحر المعمول كما كان ولكن خاصة ندوم عليها ولو مرة في الأسبوع في حمام الخارجي أو الحمام المنزل تقدري تدري هذه الوصفة ولكن يكون على جسد ناشف جسد ديالك يكون ناشف إذن غالي ناخد صابون المغربي صابون المغربي هو أصلا يفسخ السحر صابون المغربي هو يبطل السحر لأن المكونات يبطلون السحر عدنا الملحة الصخرية الملحة الصخرية عند طاقة طاقة قوية جدا لإبطال السحر هي بوحدها تبطل السحر عدنا أوراق الصدر والعرعار أوراق الصدر والعرعار هذو هذو أوراق الصدر والعرعار العرعار يبطل السحر عدنا هنا الفيجل 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 مطحون هنا فجل مطحون هذه التبخير في اخر مطرف لدينا ان شاء الله بحول الله ان شاء الله نضعه مع القصغيرة القصغيرة الهندي القصغيرة الهندي القصغيرة الهندي يمكنك ان تبحث على هذه الوصفة في البلد كيف تنطقوها اخذ الاسم اذا سنتبخر به في اخر مطرف اول حاجة سوف نأخذ صابون المغربي الناس ليس لديهم صابون المغربي لديهم اي صابون ولكن المكونات ضروري من هذه الوصفة لان هذه الوصفة دخلت فيها الملحة السخرية والعرعار والفجل للعوارض الناس اللي مصابين بمس ودار لهم طرابات في النفس ديالهم او دار لهم شك في بزاف الامور في اي حاجة هذا الفجل رائع عنده طاقة لابطال الموانع ديال الجن اللي تكون يعطيك طاقة البياء في الجسد ديالك القسل الهندي والصالي الرسول عليه الصلاة والسلام هو السنوج هو من اقوى الوصفات او اقوى العشوب اللي غالي يعطوكم طاقة ايجابية اللي اعتمتوا عليهم الناس اللي مراد مع المسك المسك بغيتوا تضيفه المسك السائل او المسك خام تحكوه على نية السحر اي سحر نية ديالك ما غديش تقرأي علي لانا غدتخدمي بيه في الحمام اذا ما غدتقريش علي القرآن ولكن عدنا تبخيرا فيها قراءة القرآن اذا قراءة القرآن لازم غدينخدموها في هالطاقة هالطاقة ديال الفجل من اعظم العشوب اللي رائع بهالروقات والناس اللي تخدموه في الروحانيات ان الفجل من اخطر من اخطر العشوب الرائعة لطرد الجن والمس واي مس عندكم اي مس تنقول عندكم الفجل من اخطر العشوب ولكن نخدم لكم به بزاف لانا احنا داخلين في العلاجات الربانية غدينخدموهاد الفجل حاولوا تشريه وراغ خمس دراهم كافية انكم تاخدوا به لقاع العلاجات اذا غدينخدمو به ان شاء الله الوصفات اللي غادي تعطيكم طاقة ايجابية لازم عليها نعطيكم الوصف ولازم عليها انني نخدم بطاقة ربانية باش نعطيكم طاقة ايجابية وعندي اجر ان شاء الله اذا نحاول بحول الله وقوته بفجله والاخر غادي نخليه عندي المبخرة هنايا اللي غادي نخدمو بها نتبخرو بها او ندير فحم قطعة فحم تبخر المكان بالكامل اذا بسم الله غادي ناخد هاد صابون المغربي لما عندكم اجدلو اي صابون عندكم غادي ناخد الملحة مع مع القسط الهندي مع العرعار واوراق السدر مطحونين مع الفجل مطحون اذا غادي نزيد قليل من الماء غادي نزيد قليل من الماء او قليل من الورد قليل من الماء اذا غادي نضيفهم جوج لاننا غادي نستعمل هاد الوصرة غادي نحتاجها تلطي كمية لا بأس بها و تخطيها في تلاجة ولكن الوقت اللي تبغي تدخلي الدوج غادي تدخليها معك إذا سنأخذ هذه المكونات ونحاول أن نجمعهم كاملين لأنهم سابون المغربي ما يبقى شيبان غير العشوب اللي حطيتي ما سوف تحطي معلقة كبيرة لكل عشبة اللي ذكرت؟ اللي ذكرت إن شاء الله كل عشبة ستحطي فيها معلقة كبيرة هذه الخلطة العجيبة هي من أخطر العشوب من أخطر الوصفات اللي غادي حيدوا لكم العوارض والأمراض أمراض اللي عندكم في الجسد ديالكم على سبيل المتال الروحية أو النبضات اللي في الجسد ديالكم عندكم فيهم نبضات أو عندكم فيها تحركات أو إنسان اللي دائما عنده خمول شديدة عنده دائما ما يدير تشم جهود ولكن هو دائما تحس براسه متعب إذن عندي هنا يا هذه الخلطة اللي غادي تعطيكم طاقة إيجابية إذن غادي نحطها على الجسد ديالي بحلقة يكون ناشف يكون ناشف بحلقة نحطها على الجسد ديالي يتكون ناشف بحلقة حالقة لأنها رائعة وأكتر من رائعة هنحطها على الجسد ديالي وأنا في الحمام هنقبع ضروري تقابيها عشر دقائق الوقت اللي غادي تخرجي من الدوش غادي إن شاء الله غادي تحسي بنباضات في الجسد هات معاك المفعول الخطير ديال هاد الوصفة وغادي إن شاء الله تغسلي من بعد ما تترقدي الجسد ديالك عشر دقائق بهاد الوصفة غادي إن شاء الله تغسلي الدوش ديالك عادي تكمله ومن بعد ما تخرجي غادي تخضي الفجل الفجل هتقرأ عليه صورة الصفات بالكامل وصورة الجن مرة واحدة بداية هتقرأ الفاتحة وآية الكرسي عادة تقرأ صورة الصفات وصورة الجن كل صورة هتقرأها مرة واحدة إذن أحبابي هنا سلاة الوصفة غادي نحاولوا إن شاء الله نديروا هذه الخلطة لأنها رائعة وأكثر من رائعة إذن أحبابي الأدان العصر غادي نحبس إذن تنتمنى لكم الصحة والعافية تنتمنى ربيعونكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته